التساهل في تخطي الصفوف ففضيلة الشيخ من بعض الناس لا يجوز تخطي الصفوف لا يجوز تخطي الرقاب هذا منهي عنه غلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه وأخبر أن من فعله فقد اتخذ جسرا إلى جهنم لما في ذلك من أذية الناس وإساءة الأدب ولا يجوز إلا في حالتين الحالة الأولى للإمام الذي ليس له طريق إلى المحراب إلا أن يتخطى الرقاب والحالة الثانية إلى فرجة في الصف لم تسد فيتخطى إلى أن يسدها نعم